كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل فيصل بن طالب أن بطاقة الشفاء الافتراضية التي تم إطلاقها يوم الخميس تستهدف فئة الطلبة الجامعيين باعتبارها حاضنة لبيئة رقمية بامتياز وفي هذا الصدد أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب أن الحصول على النسخة الرقمية من بطاقة الشفاء يتم من خلال تطبيق الهاتف المحمول الهناء موضحاً أن التحقق من المعطيات المقدمة وتوثيق الملف والمصادقة على الطلب تكون من طرف مصالح الشفاء التابعة الصندوق الضمان الاجتماعي واستطرد بن طالب قائلاً أن بطاقة إيتشيفا ستسمح بالتعرف والمصادقة الرقمية بفضل البيانات الواردة فيها بالاعتماد على رمز QR الذي يتم التحقق منه عن بعد مع قواعد بيانات الصندوق بعد إدخال رمز بين الخاص بصاحب البطاقة وتابع وزير العمل أن بطاقة إيتشيفا تسمح بالاستغناء عن التحيينات المعمول بها سابقاً كونها متاحة عبر الهاتف الذكي وهو ما يساعد على الحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير السليم لها كما يسهل الرقمنة الشاملة للتبادلات بين الفاعلين خلال مسار علاج المؤمن له اجتماعياً وفي ذات السياق قال وزير العمل أن النسخة الرقمية من بطاقة الشفاء تتوافق مع الأحكام التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية حيث يتم نقل البيانات اللازمة وحصرياً للتكفل بالمؤمن له اجتماعياً إلى مهني الصحة على غرار بيانات الهوية كاللقب والاسم وتاريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي ورقم التعريف الوطني إلى جانب البيانات التقنية التي تسمح بالتوقيع الإلكتروني وضاف ابن طالب أنه سيتم تأمين التبادلات من خلال بروتوكولات التشفير المتقدمة والتحقق المزدوج والتدقيق المنتظم لمنع مخاطر اختراق البيانات بالإضافة إلى ضمان التوفر العالي للمنصة بتعزيز البنية التقنية ومعدات الجيل الجديد واختتم وزير العمل والتشغيل فيصل بن طالب بالتأكيد أن البطاقة الرقمية إيتشيفا ستسمح بضمان السرعة في تغطية الاحتياجات والخدمات التي توفرها بطاقة الشفاء